الموضوع أول شيء التقديس يعني ما تكون عندك شيء مقدس نص مقدس ومفهومة القداس الشيء أنك ممنوع من ما تتعامل مع هالشيء هذا كتعاملك مع الآخرين أو تعاملك مع الأشياء الأخرى أو مواضيع الأخرى مثلا تجد مثلا الإنسان في تعامله مع أصدقائه تعامله في الحياة اليومية مع الآخرين تجد العقل والمنطق والذوق والرحمة والعدل شيء فطري مباشرة بكون حاضر فأنت بتنتقد مباشرة بتنتقد فلان أنت ليش عملت هيك حرام عليك هزرامي ليش عملت هيك عيب عليك كذا كذا إلى آخرين لكن لم يصل الموضوع للشيء المقدس كل هذه الأشياء تتعطل العقل والمنطق والذوق وكل شيء يتعطل إذا لم يتعطل يعني ممنوع أنت تخوض في أنك تفهمه أنت وتحاول تفهمه لا الآخرين هم يفهموا بالنيابة عنك أنت ما عندك علم ما عندك كذا ما عندك اطلاع لا تفسر لا تحكي لا تخوض فيه مناس متخصصين في هذا الموضوع فالبمر علي يعني اللي كنت ما كنت أقرأ مثلاً يعني بالصير كالتالي الإنسان المتدين يميل في طبعه للشيء اللي فيه الرحمة اللي فيها الود اللي فيها الروحانية اللي فيها الأشياء فبينتقي يعني هذا الآل بحدث وحدث منذ القدم أنه المشايخ أو الناس اللي عندهم علم المطلعين ينتقوا يقتبسوا من التراث بيقتبسوا بيجعلوا بكتب صغيرة أو بمشرة صغيرة بيقول لك محمد الإنسان مثلاً تعامل الإنسان مع أصحابه تعامل الإنسان مع زوجاته تعامل الإنسان مع الآخرين من الغير المسلمين وهكذا فترسخ عندك القاعدة لا تعلم غيرها ما تعرف بالإسلام غير هذا الشيء فبتتكون عندك الصورة مثلاً إنه محمد هالرحمة محمد هالعاطفة يعني العاطفي محمد الرحيم محمد المحترم الذي يحترم الآخر وإلى آخره أما أنك تيجي تقرأ أما يجي الفرد الإنسان المسلم المتديني يقرأ من أمات الكتب من المراجع نفسها هذه نادراً جداً 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 فإنسان مثلاً يقرأ مثلاً في آيات مثلاً آيات القتل إحنا في مثلاً في الاتدائي مدرس لازالوا بدرسوهم غزوات النبي غزوات النبي فسابقاً بيسبق لك بيقولك محمد رحيم محمد رحيم وكذا وإلى آخره ولكن شديد على المعتدي وبيدافع عن أرضه بدافع يعني جعلوها موضوع دفاع يعني أن الغزو فسرونا الغزو على أنه شيء دفاعي ولحد الآن بفسروها أنه شيء دفاعي وشيء يستبق العدو يعني أنه فيه على وشك أنه العدو أو يهم العدو بفعل غزو أو اعتداء على المسلمين فالمسلمين بيستبقوهم وبيغزوهم من هذا الكلام أكثر شيء اللي كان يقرقني واللي كان يزعجني يعملني نوع من الإزعاج نوع من الارتباك أنه الدموية يعرفت كيف يعني مثلا في قصة عبد الله بن مسعود هدرسونيها بالابتدائي أنا درستها بالابتدائي في معركة بدر قصة عبد الله بن مسعود بشكل سريع عبد الله بن مسعود والمعروف بأبو جهل اللي هو أبو الحكم لهم قصة في مكة في بدايات الدعوة الإسلامية أنه عبد الله بن مسعود استفز الصحيح أنه استفز أبو الحكم فأبو الحكم لطمه يعني ابن مسعود راعي غنم ما احترامنا للصنعة يعني هي مش عيب ولا شيء ولكن يعني التقسيم الطبقي والإداري والجهوي والآخري تتحتم منه نتكلم هيك فعبد الله بن مسعود راعي وأبو جهل سيد بن سادات مكة معروف أبو الحكم فعبد الله بن مسعود استفز أبو جهل أو سمى أبو جهل واستفزه بآية قرآنية أو إيش ذا هيك فلطمه أبو الحكم لطم عبد الله بن مسعود فقطع جزء من ذانه قطع جزء من ذان عبد الله بن مسعود فذهب بن مسعود والدماء على وجهه إلى النبي محمد وقال له فصار كذا 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 فأخبر أنه في الحديث طبعاً أنه قال فيما بعد يعني بمعنى الكلام أنه فيما بعد عن قريب رح تأخذ بثارك رح تأخذ بثارك منه فبعد الفترة بعد الهجرة وإلى آخره واستقرارهم في المدينة وبعض الغزوات حدثت بعض الغزوات وحدثت غزوة بدر الكبرى صارت المعركة جرح أبو الحكم وسقط فجاء بن مسعود جاء بن مسعود إلى أبو الحكم ووطأ على صدر أبو الحكم قال أبو الحكم لقد اعتليت مكاناً بما معنى كلامه اعتليت مكاناً لم يعتليه أحد يا رويعي الغنم يعني بالتصغير يا ما قال راعي الغنم يا رويعي الغنم فبيحكونا أنه احتز احتز رأسه سحب سيفه واحتز رأسه حاول يحز عنق أبو الجهل قال بيقول لك السيف كان لم يكن حاد كافي فتناول سيف آخر واحتز عنق أبو الحكم أبو الجهل وأخذ رأس أبو الجهل وجره إلى محمد يريد أن يعني يريد يريه لمحمد أنه هنا أنا تتصرت وأخذت بثأري شو ينظر أبو محمد إلى أبو مسعود إلى بن مسعود ومعه الرأس ويقول له ويضحك طبعاً الرسول يضحك يقول الرواية أنه يضحك حتى بدت نواجهه حتى بدت نواجهه قال يا أبو مسعود الأذن بالأذن والرأس زيادة يعني أنت طبشت يعني هاي أنت خذت ثارك بأذنك هاي الأذن بالأذن والرأس زيادة يعني خلص زيادة يعني هذا ضحوك القتال هذا حبيب بالضبط ضحوك القتال يعني ضجئتكم بالذبح اينا أخي ضرب العناق وأضربوهم فوق كل بناء من هالقصص بالقرآن وبالسنة فالشيء اللي كان لما يحكوا هاي القصة ما كنت أشعر بسعادة يعني لكن من نفس الوقت شيء مقدس أنا ما عندي شيء بداخلي أنفر منه ولكن من نفس الوقت كنت أبحث عنه يعني تفسير أبحث تبرير أبحث شيء أني أطمئن إله أنه أنا أتقبل هذا أتقبل هذا المنطق وهذا الواقع بصدر رحب على الأقل بتسليم على الأقل بتسليم فكأكثر شيء كان يقرقني الدموية في التراث الإسلامي الدموية والهمجية في التراث الإسلامي أينها